بصوا أنا من الناس اللي متفقلة جدا بكابتل حسام حسن اللي بتمنال وانا قلت الكلام ده من اللحظة نقول اللي بتمناله انه ربانا يوفقه كابتل حسام عنده شخصية عنده شخصية قوية وكان لاعب محدش يقدر يجدل عليه الحقيقة يعني الموقف بقى كمان اللي قاله دلوقتي عراقي ده انه مسألة انه هو ما تنقشش في الفلوس مش قال انتو شايفينه اعملوه الى اخره الراجل عنده تحدي انه ياخدنا ويطير لفوق وانا بتمنى من قلبي انه يعمل كده حقيقي يعني ليه اقولك ليه اولا لانه في النهاية خالص ده نجاح مشترك لنا كلنا متخبنا الوطني يصعد ويخش كاس العالم بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل بطولات كل ده مكسب عام وانه في النهاية هو مين اللي يكره لحسام حسن انه ينجح تلاتة هي اثبات لوجهة نظر متوضعة من العبد الفقير الى ربه تعالى وفيها ناس كتير زي حالاتي بنشوف انه زي ما كان حتى بيقول دلوقتي عراقي المدرب المصري دايما هو اللي كان ياخد المنتخب الوطني ويحلق الاجانب ما كانش فيه غير كوبر بس غير كده شكرا غير كده شكرا لما هنحط الختمة كده وانأكد على انه شوف المصار كده ايه كابتن جهري كابتن حسن شحاتة ايه كابتن حسام الان مع طبعا شو بقى انه تعاقبات الاجيال عاملة ازاي لا يبقى ساعتها ان شاء الله يا رب في وقت من الوقات نبقى مكملين دايما مع مديرين فنيين مصريين ده شيء شيء تاني اللي انا بأكد لك عليه هو انه التعاون سوف يكون شديد الاثمار ما بين المتحدة وما بين هيئة الترفيه احنا انا بنتكلم على زي ما بقولك كده الشركة المتحدة هي الكيان الانتاجي الاكبر على المستوى العربي ده بالارقام طيب متحدة سينما ودراما ورياضة فنون باشكالها وانواعها خدمات اعلامية خدمات اعلامية احنا بنتكلم على شركة عملاقة لما هتتعاون مع هيئة الترفيه ثق ان التعاون هيبقى واسع جدا كبير جدا بناء جدا 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 لا احد يكره التعاون ولا احد يكره التكامل ده بالنسبة لنا التعاون والتكامل الذي طال انتظاره كيانين كبار احجام ضخمة خبرات قدرات الى اخره واحنا بنتكلم في النهاية على دولتين شقيقتين كبريتين بنتكلم على عاصمتين كبار القاهرة والرياض حد يكره طبعا حد يكره مين الاخوان المسلمين وانا بقولك اهو من وقت الاعلام عن او يعني الاجتماع اللي حصل ما بين وزيرة الثقافة وما بين الاستاذ عمر الفئي العضو المنتدب والمدير التنفيذي المتحدة وما بين المستشار التركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه الاخوان قاموا ما قاعدوش وبيتنططوا بيتنططوا هيتجننوا وهيدربوا كل الاسفين الممكنة وهيروجوا كل الشائعات اللي تتصورها والتي لا تتصورها دي عيال مدمنة شر وشطار في الشر اخد بالك مدمنة شر وشطار فيه اشتركوا في القناة